اشتركوا في القناة 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 لأن هنا في نكثق المسألة الخرافة والفكر الخرافية وكل موضوع وكل كلمة عندها العلاقة مع موضوع غد ينطرق ليه في هاد الليلة هادي أرض الميعات شكو اللي اعتاك هذيك الأرض قالك الله اعطاهم هذيك الأرض احنا ما اعطانا والو اعطاهم هذي هما وده بغي اعتاهم أرض خرافة وإحنا غادين فاتشها الخرافة الخرافة المشكل دينا هو الخرافة ولكن الخرافة ما شي غير هما بوحدهم اللي مسؤولين هما ضحايا لنا ما تعرف هذيك اللي يددوهم من الأطلس والدوهم الطرف اللي كانوا كيعيشوا فيها الناس كانوا كيعيشوا في واحد الفقر موضقية كانوا كيعيشوا في خرب في الحفر وجي انتها تقول له جمع راسك هز راسك كرا كينا ضاع كينا ضاع عندك تسناك وكين ورا المغاربة اليوم لانا كلاحظ المغاربة اليوم وكي يقولوا مسلمين ها المشكل فينا هو وبغين يمشوا يخدموا في إسرائيل إذا نفس العملية كتكرر ارتبع لكم لهذه النقطة اللي استنتجت غير صدفة صدفة وبلامام دا نقول لكم وابا ربي العزة تعرفوا دا قصم دي الاشترية ربي العزة الإخوان الصورة واضحة كل شيء مزيان بغير تحين عرف إلا جات على خطركم إنسان لك يكون كيتكلم صراحة تقلبش على الكلمات تتكلم تهدر تتسمعوه تتشوفوه النس ما شيء أغبية رات يشوفوه تسمعوه ما شيء بنادم لغا جي متلع ليك بديك لبع الكلمات بديك ربما أخذ شوية دي الكنترول في حدود الممكن أما أنا ما شيء من دك أنا لديك جيني كلماتها نقولها ما غنقاش نزوق تكشي لاشي أنا تنخرج من اللي تنخرجكم من اللي ستكون عندي شيء حاجة على القلب خصمي نقولها هاد النقطة اللي خرجنا لها غير صدفة وهي ديال هاد الأرض اللي عمي عاد كون شيء هاد شيء نبني على الخرافة هاد شيء اللي بغيت نوصل معاكم فيه ولكن الناس اللي كيتهمو دك الشعب أنه بناء واحد الوطن على الخرافة ما تنسوش تحنا ربانين وطن آخر على الخرافة والخرافة هي اللي مصيدانا كاملين لنحتاج دك اللي جا نخل نزل نزل على الرقاب ديالنا تاوات يقول لكم شد رسول الله والله ما كتر حسدنا ما عبش دك الشيء البركة وخوزعبيلات الزوايا الأضرحة سيدي مولاي اللي بغي نخلو اختصار أنه إلا ما تزردناش من هاد الفكر الخرافي وديان الشعوة دارة ما غيمكناش نتحرروا وراهنا فين كنا نبتاق لا غين القلب الفيروس ماشي تلاقعي الفيروس هنا فين كالفيروس الفيروس كان في الفكر مني الناس يتحرروا وبدأ يفكروا عقلانيا منطقيا مغربة كافضر عن مغربة وعن الناس بصيفة عامة ربما ربما أقول ربما يمكنهم يتحرروا ولكن هاد شي بعيد لأن لأن كتعرفوا أنهم دمروا التعليم ونرجعوا لهذه النقطة مهمة دمروا التعليم ودمروا التقفاء دمروا كل ما له علاقة بذلك هادر لنا على مساعدات لدارت إسبانيا وماشي إسبانيا اللي كتدير مساعدة للمغرب وراء المغرب اللي كتدير مساعدة الإسبانيا وشاب شمل إفريقي لازم تورا كبيرة ولكن نقرأ نقرأ نحاول نشوف لكن شي تدخل محلو تماما المغرب أصبح حتى زمان مرت ونكمل الموضوع ديالي في نفس الوقت رأي نجاوبوه مع الإخوان باش نلقوا لنا الحوار كيتسمى حوار شي وحدين أنا داك اللايف اللي درت الأخير عشو هدرا كنت درنا الهدرا وبنفس الوقت رأي باقي لك النقطة عندي في الراس هارجع لها كيقولك لا واللي من اللي تعرض على شي واحد خليه يهضر وراحنا ما شي تنجيبوه يخطب يخطب من الساعة لا كان نرد على شي نسنا هدو هدو باب لا هدو كنت جاوب حوار من اللي كان نجيب شي واحد كان عرض على شي واحد أو فاكي اقترح ومكان عرض على واحد من اللي كي بغي تدخل شي واحد كي يطلب من يباش يدخل خس يكون تكون عنده ديك القابلية ديالي يسمع عو تاني في نفس الوقت يهضر وارد على السؤال هذا وليكي تسمى الحوار أما اللي عندك خطاب وبغي تجي تبدأ تبقى تضرب باحدك ما 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 كيبقاش حوار كيولي مومل هذه هي باش نجاوب على شي شدو كل بسامر الميدة أهلا ربا رباك كتعرفوني كيفاش كاسمها يوس بو طويل أزول فخير تحياتي لك تحنا أنوار تحياتي شكرا نكملوا الموضوع دي نحنا كنا في المسألة ديال هضرنا على كيفاش جروا على الناس وهزرهم هزرهم البلدان ديال لهم هاد ليهود كان هضروا على الليهود يعني ليهود اللي عندهم كونفايسيون جويل وكتعرفوا التاريخ ديال لانا تاريخ ما ناشاط ديال اللي بغيت نقول لكم مني ضالي كو كانوا واحد آخر ما بقاش تيش بتسمية ديالهم على فهم عرفتوا علاش لين ذاك الحملة اللي داروا عليها في انترنت في الفيسبوك في كل شي تهموني بمعادة السامية على قبل كاريكاتير وذك شي يعني ترهيب إرهاب وإرهاب هنا واحد آخر يمشي قاع وقير يتلاح مشي شار جم ويقول لك هو اللي يتلاح هذا واحد اللي كيكون ما عارف ضعيف ولا شي حاجة وما بقاش يخرج قاع وفات الشي قاعد يلا ما بقاش يدر قاعد مشي وقال قاعد بتلسمية وبتلقاعد يدير عملية جراحية ولا ما عاش كاينين ناسا اللي كتكون عاو تاني في كشوم العجينة وليك مليك كل إنسان ما آمن بالقضية ديالو والصادق وتي آمن بكلمات الحق وما تتلمس هذا تكمل طريق ديالو لأنه عنده إيمان بوحد القضية تكمل طريق ديالو ما تتهموش ما تتهموش تهديدات ما تتهموش الموت ما تتهموش تا حاجة واتشي ولي إحنا غادين فيه إحنا تنقولو الكلمة الحق المواقف النضاء المواقف قلناها وقلناها وعودناها واذاك شعر لاش أنه تنقول الناس اللي عندهم المواقف بحلقة أراك هنشوفوهم هذي السينين وانا كانت باعراه مقلال براتيك مو ما كينينش فاد القضية هذي اللي يدرت عليها ديالو ديالة صهيونية محاربة صهيونية كاني الناس مثلا داخل المغرب الزريبة اللي تيخرجو تينددو بطبيعة ودكتيركم كتشوفوهم ولكن في نفس الوقت هما ملكيين ملكيين والملكية صهيونية حسن حسن تانيس هيني كيفاش بتنقولوا عليكم حسن تانيس هيني كيفاش أنا كان نهضر على مثلا على الدكتور ويحمان اللي تنحترمو وتنحترم داك اليوتنون دياله داك الأمازيغي حسن ويحمان تا هو أمازيغي وناس يقولوا العربة الإسلام تدفعوا المعتقدات دياله يعني بغي لوحدة الوطن تتفق مزيان ولكن في نفس الوقت ما تتحطش صبعك على لأنها تقول يا واحد كيعيشوهما في المغرب إيا ما زيان فهمنا ولكن أنا كنقول من اللي كتخرج انت تنهض الصهيون ما كتقول ش الصهيون اللي طبع يعني غادي تلوح على على العسماني العسماني ولك يقول ما شي أنا لحقاش قالوا لي ندير لا كل واحد يتحمل المسؤولية دياله المشكلة أنا كنقول باغين يمشي ويخدمو تماما وفيهم اللي باغين يمشي يجاهد فجاهد قاتل مع هادي هي المعاهدة اللي دار ورغض يدي البوزبال يقتل الفلسطينيين بوزبال يقتلوا الأحرار هادي الخطة مش كيعجبوني أنا هاد 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 المناطلين ديال نص كيلو كيخرج كي ندد بوحد شيء وما كي نددش للفاعل يعني تيقول ها صرقها وقعاتها عباد الله ها صرقوا الدر ولكن الصارقة هوا حدا تشير له قول فلان ولم قد تي تقول فلان ارجع اللور ما تغلطش الناس مش تقول الحكومة العتمان يلق خلي الناس تجتهد حيث باش تأطر علي الناس رسال باش تأطر عليهم ولس يا ملكة معطي لك الامكانيات باش تهضار ودا ودا في اليوتيوب ولا ما عف تلفاز ودا كشي وحنا رك يمارس علينا وحت تعتيم تام وش شامل وش رأينا ما نذكر به ماشي مشكل احنا كان هضرو ومازال أصوات دينا كتوصل وكان تكلم غير المشكل اللي كان اكتشفو أن المغاربة عجنو واحد العجناء دينا موش دويجتين ديال واحد نوع من المغاربة وادشي كان اكتشفو يوم بعد يوم أن الناس ما تعرفوش ما تقيموش الجسامة ديال المشكل أنك خدي تمشي تخدم في اسراعيل أو لا تخدم في الإدارة مثلا بحال يختصبون في السفارة مثلا نرجع لهذه وريد وتدخل في الموضوع ما تنس أنا أرجع معكم الموضوع ديال التراوات غير باش نبي لكم كيف الناس خرجوا لنبدك اللعبة ديال ورا كالقاز لقينا الغاز ورا لقينا الغاز ورا وهرا ورا التراوات البلد غانية بها شا تلقوا الغاز في 2030 و50 وش حاشا ورا عندنا داب الفوسفات والحوت والماطيشا والبوغلي بلك حل فين كيمشي ذاك شي فين كيمشي واقسم معايا بعد ذاك شي اللي كاين هنا حطلي يا رزقي تحاسب معايا اش كتدير بي تراوات ديال الوطن فاش كتستعمل كتستعمل في البنية تحتية الصحة في التعليم انت ما دير ليا تحاشف اش وزايد كتنزل علي بالضرائب والضرائب راتي هدرو عليها التقنيين الضرائب لا تيفية ديك يعني الكوميرا ولا الخبزة ولا البوات السردين اللي كيسر هذك المقهور باش يكون هذك يخلص على واحد نسبة اللي ما كنت تفشي دولا سبعة في المياه إلا كانت الدك قوية على حسب ما سمعت النوس كدير صفر فاصلة خمسة دول متقدمة ولكن هذا كان تحن بابا يعني إلا كانت الكوميرا كدير سبعة ريال هو غي خلص أنا ماشي ضلع في الرياضية غد يخلص درهم أو تلتاشر ريال تلتاشر ريال لكن تقدير تلتاشر ريال يخلص درهم سبعة ريال غدا تمشي الخازينة ديال البوات نوع ديال دار المخزن اللي متان عرفوه مش أصلا نشتي ديرو بي ولكن دبا هاتشي هاتشي تهدرو علي الناس تقنيين ذاك في نحن سنهدرو بواحد شكل هكه سبونطاني تند دوبات الشي هدا ودبا خرجو لنا اللي حقلتو ودو موضوع لوتيتر العنوان خرجو لنا قالك اللي قول قاز ما عاف صحراء الغربية ودي شي عامين ولا ما عافش كنت الى كنس الدكيرة ديالي قالك سيدي القاوف العراء ايش كل شي اللي متبع ره غادي يسمع وغادي فهم بلاد ناس تيكذب وشوف اللي عنده الدكيرة ما غادي تيكذب عليه ولكن همتي كذبوا عن المغربة لان الدكيرة ديال مقصيرة مش مقصيرة منافقية بتيا هذا داخل في الموضوع اللي حقشت مؤخرا داك الرمضاني في داك البرنامج اللي كيدير داك بوق المخزن داك البرنامج ديال ابواق المخزن كيدر واحد لقاء مع عاصي تعرف داك ديال ديال شلوح خرج لينا شلوح ما فيها شي عيب وليش عزار كين شلوح كالعرب كين مش مش كين خرج لينا قال لك سيدي من اللي سولوا داك البقاء الاسمي داك الرمضاني قالوا مغربة صنفاتهم للدراسات الدولية انهم اكبر شعب منافق وهدي كان نحاول نشرها ثلاثة المرات في اليوتيوب وكي حيضوا حسب السياسات اللي خضعوا لها وهذا ودروا لهم حيش بنادم انتي يبغي شي حاجة اعطير شواء ولم اعطير شواء ما غاي قدش اللي سمعت شراء غذي غذي فهمني عليش كان نظر لها داك سيه الناس تمب شي ما شي تشوف الخوة الخاوي والتحك والكورة هو هات شي ارى ما غاي تحررش لوطان اللي بقينا متابعين هاد الشي هاد احنا داك بولينا داك في الكورة داك داخلنا الكورة تجبدنا الكورة داك الاحزاب اللي هي كالدعي اليسار بحلموني بمثلا خرج لنا مازال لابس الكاسكيت ومشيت لبسة التوني ديال الفارق الملكي مكاسم ميش وطني وجاية تهدر لنا على المنجزات اللي قاموا بها فرحوا الشعب ما فرحوا الشعب وراء سالة المونديال ها موني سالة المونديال سيفيني دخلي معنا في شي حاجة اخرى كان شي تجديد الموجام شات مست تكسرات على الصوات ادابة كان شي حاجة اخرى احنا باقنا واش بتدار وراندير شوف فاش كان رام مش عيب نتقدو هلاش غادي ندير انا كاسكيط في هالنجمة وتيشيرت باش تبخي ونبين وذلك العضالات دينا هلاش ما نهضروش على الموضوع نبقوا ديما بتزنين ديما لبسين كوريكتمو كامرة السياسية محترمة ولا سيمة زوجة وعند ولادات تحترموها ولكن ماشي بترور ندخلو في المسرح ندخلو الاشكال مع الرايا دارو انا فلسطين عندي في الداكرة ولكن ماشي اغلا انا درع على فلسطين غاز جي ندير اذيك در دي الفلسطين ولا الكوفية ولا شك يقول لي ماشي بترور كتب لي انا هذيك ما دخلاش في التقال دينا احنا تم قا احنا تم قا سبيغتنا اذا باش ندخل معاكم بيعني ديك اللعبان اطر على الكبع المجر وندير فريق ما هو شي مغريبي ما نزات الملكية ما كنت ما لانتصار ولا تش حاجة ما هي الا موجة غوغائية دازت ومشات وانضطرات وليو ما هما خرجوا لنا واحد اخر اذا بغنا القنع الشعب يقول دي ما كان تفرح احنا ما عندناش الحق نفرح احنا في معارة كاخص نحارب ونطيح ونخرج استعمار شو تضحك على الناس نقول الفرحة ينغس اللي قال ينغس علي ايش ما نفرح فينا هو الاغد اللي الناس يجري عليهم الدير اللي عما يجري عليهم الدار اللي صحاب يجري عليهم الدار اللي ما عند بابا في نيبات ولا كيقولوا سير تموت اخرج عليهم النار كتشوف تكشي وكي كيزروا على الفقارة فيديو عامر اليوتيوب عامر بعد شي كامل الناس ما تتشوف شي الناس تقلب على الطون والحرور والكورة والبليزير ولا ما عاش داك شي بليزير مش الشهوات الشهوات تسليه 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 مش يعيب الواحد يتسلى ولكن تقول كلمات الشعبي الصادق من تتشبع الكرس تقول للراس غني وكي مش تسلى وانت جيعان ودر تخضير ما كي تسلى الجيعان خيبش حقنا ولا بش وسائر معرفة متعددة في ديك البلاد في جميع الحالات حاشيش اكبر بائع ومتاجر في الحاشيش وهو المالك المالكية منذ قادم الزمن نذكر الإخوان من جديد راتين ديروا واحد المجهود اللي لحتو راتين هضرو راتين نشفو ديروا مجهود من جانبكم عاون نغيب اللايك هذا أول اللي كان تلبو راه لما كان البشر تيدير معك حتى اللايك إذن هو غير مق هاد لها تقول راي نعس راي نعس ولا ما عاش كيدير ولا ودوبة بإلكتروني هاتش اللي بغينا نقول ضروراتي أحكام أنا ما كنت كان بغي يقول هاد المسائل في اللول ولكن كان واحد الحصر واحد واحد القمع على هاد القناة وكان شكر الناس اللي تجاوبوا معنا فهذا اللحظة بالضبط واللي تفعلوا كان شكر هم صاميم القلب كنت في واحد النقطة وزرتنا النقطة أخرى ولكن ما غنسوش غد نحاول نرجع للنقطة الأساس وهي الملء وهو الموضوع الموضوع وهو كما قلت لكم وهو الخاطر والأهم أن هاد نظام العميل الخائن احنا قلناها مرارا حطاه تما قوة استعمال قوة الإمبريالية اللي حطاه تما تمتل مصالح ديالها واشي ولو تقول الأبواق المخزن وتقول الأحزاب بما فيه مدمون بودا تقول كادي صندوق النقد وكيت نقد وهنا كيت نقد كيقول صندوق النقد الدولي تفرض علينا سياسة ديال وتيقول لنا حيدو التعليم حيدو العمومية حيدو ديروش بريفيد ديرو وكي ما اللي كتعتار فيه بأن صندوق النقد الدولي كيفرض علينا تعاليم أو تعليمة ديالو إذا إحنا ما عندنا استقلال فينا هي هاد اللي كي هدرو عليها لأسوف غانتي فينا هي ما كي ناش إذا إحنا مستعمرة وتش اللي كنقول إحنا دبا بهذا الحجم ديال الصغير لن فين من بتي اللي قدروا يقتلونا في أي دقيقة ولكن على الأقل إحنا نستغل له هاد فترة باش نخرج هاد الأشياء قبل ما نضطر كما بشي وقبلنا اللولين والله اللي عالم كيف عليش كنقول هاد لذرا كنت عارف العادة ديال تهديدات اللي كي يجيوني يوميا على الخاص ولي زن سي توب سين واحد أخينا أعطيكم واحد الشكل الإنسان المغربي المتخلي في أي درجة صنعوا منه واحد المشي الحيوان الحيوان هضرت عليها ميرارة عنده مبادئ وعنده أخلق ما تفهمتيش معها في الفكر سبك بلوكيتي أش غديمشي تصور فين هاد الناس اللي كيد دافع على الملكية كيد خل ما نعرف فين كي صور العضو الدكاري ديال وكي صيف طولك في صورة شو مقول لكم را لنا شعب مريض عندي ديك صورة حتى نتر نشرها فين وصل هاد المستوى وهاد را تلقى هاد تلقى عنده با كلما تلقى تلقى دكتور ما كيعنيش ان المستوى لا راه هاد ناس راه كديرين ناس مراد ناس مراد انا في هاد الخبرة ديالي مع الفيسبوك مع التواصل هاد وسائل التواصل وتعرفت على واحد المسائل ما كنت كان شالها شعب ولكن تشوف وتسمع وتعرف لقي واحد النسبة ديال التفاهة والغباء في الإنسان المغربي ما تتصوروش بما فيه هادوك اللي يقولون متقفين وتعليش كنرجع للقادي ديال اللقاء ديال العاصيد مع الرمضاني اللي عقلته اللي كتبت بعين ديال الموضوع ديال هو ان الشعب المغربي هو اكبر شعب منافق على وجه الأرض وبالفعل ولكن هما ما غديش يقولون لنا ديال الدراسات علاش لا غيقولك غي منافق ولكن هكذا كنت عارفوا علاش منافق لأنه كيعيش بواحد الحالة مازارية لا تطاق وحتى تعلي وحد نظام متخليب عصر وسيطي في وضالي ما كانش ما كانش في هذا الوقت العصور الوسطى حطيته عليه وتتبغي تقول لي يكون هونت ممكن ش هات الشعب يكون شي حاجة في المستوى ديال البريطاني ولا المريكاني وبناهي كأن هالدول هما أكبر الاستغلاليين لكن نحنا منافقين هما أكبر هما اللي خلقوا النفاق على وجه الأرض شي باش غنجوب على لديك النقطة اللي هو ما قال هاش المتقاف الأمازيغي ذاك اللي تتعرف العصي ولكن من ترحلي الرمضاني السؤال بجابوه قالوا واحد النظام هناك الدولة الدولة فرضت عليهم شي أشياء هما هم هاد المنافقين بحلموني بحل عصيد أو غيرهم ديمة اللي تبغي وينتقدوا تقولوا الدولة ما تقدروا تحطوا الصبع ما كانش دولة احنا ما عندناش دولة احنا عدنا حضيرة زريبة تحكمها واحد تقولوا له الملك يحيو ويوميت ما عندناش دولة شنه دولة الدولة ركتكون فيها حكومة برلمان معارضة احزاب هيئات منظمات نظام يجي اللي كنسميوهم حرية تعبير صحة تعليم هاد هي الدولة احنا ما عندناش دولة هاد الناس اللي تقولوا لكم الدولة خسكم تعرفوهم را هم تيخدمو تيخدمو النظام هاد شي اللي تنبغنها نشير لوتر الحالية بالخصوص اللي حقاش كني حتى يساريين تيخرجو تيقولك ديك الكلمة دولة راه اللي سمعتو تيقول دولة عربو رخائن تيخدمو تيغلطكم تيغلطكم كنا شدولة في المغرب كنا مستعمرة تيحكمها جلاد حامي مصالح امبريالي والستعمار وهو القصر الملاكي الخاوي شي العامير ما عباش عامر عامر برشوية عامر بالدبية ودبرة وما خرجوا لنا قال لك لقوا الجاز ما نعرف فين وفي العريش وقال قبيلة قلت ودبرة لقوا في الصحراء الغربية ولا ما عاشتك شي بعد أولا هذي كرة بلد دي الناس الصحراء الغربية دي صحراء وقل صحراء فيها سكون عنده ناس عنده شعب تيسميهم مرتزقة كيفش مرتزقة حنا خاونا هذيك مرتزقة المغربية أو باش وكل رضو البال المغربية أو باش المعارضين خاونا صحراء ومرتزقة شكولي كين وانتم شكون انتم وصايا استعمار انتم قوادة وهذه يلي كنقول هذي ما كنعود قوادة كتقودو كتخدو فلوس عندكم مليون قصر عندكم تراوات عندكم كلكم احنا هنا باش نفتحكم ما زال غادي نفتحكم غنب قوي لآخر رماء سنفتحو فلل لكم ما تقلبش انا على الكلمات اللي كتعجبت نقلب على نعبر على ذاك التخت اللي عندي في القلب حيث هذي ستين عام سبعين عام احنا مزموتين مقموعين واليوما جات الفرصة وكان عرض على الاخوان اخوتنا المغربة حياكم والله اخوتي المغربة اخوتتي المغربة ونبعد نخور فيك لا لا اخرج قول الهضر اللي غا تقول ما تحتسب تزوق علي ولا تلبس معها في كوستيم ولا تلبس لا ما تهمني خورج طبيعي قول يا شنو كين اللي غادي تقول يا شي حاجة اما غا تدير فيها تجارة تربح لا تسنس على دارية لا على المآسي ديالي هذا ما عنده تعلاق مع النضال وعلى ذكر القضية للأدسانس قد نريغ فيها شي حواج راو اللو داب اليوتيوب تدير بيبليسيتي اشهار ديال السياحة في اسرائيل هادورتين اضلوا وما مزرع حش اللي هم القلب وما عايقينش مش كن نقول لكم را اي حاجة قد تدخل فيها الفلوس كتفقد المصداقية ديالا وما زال ما بغوش يفهمو الناس ما كيعرفو شكل هو كين ناضل من أجل واحد القضية وشكل كين ناضل باش من أجل بورتفاي من أجل عمر في اسعاد خلص الكرا يشري الطوم موبيلي خلص ليسانس بقلي كتفضر معا نتايا على الأفكار ووكي يقلب لك واش نتايا ما عاب شنو لابس مزيال ولا ما عاش ذاك الشي ورا المغربة كودير بلين دي لابلي با نحن نرجع لقضية ديال تدخول ديال العاصي مع دك الرمضاني من يقل كيف تفسير هات شي قال الأخر المغربة فرضات عليهم فرضات عليهم الدولار شوى وسقطات القيام والانحيطات كتعرفوا ذاك الأجوبة النفاق وفي نفس الوقت تتصير تيداعي أنه تقدمي و ملحيد و مزيان ولكن ليك تقول لي أنت تقدمي وضد الإسلام هو ماشي ضد الأديال الخراغ ضد الإسلام أنا كنذكر باش تعرفو كي يخدم واحد لاجون دا أنا غيم ما يخرج شي واحد أنا كان نخرج لها تش اللي بغيت نقول لكم إلا كنت تنتقد الخرافة كما يقول هو والتخلف تنتقد لي ترو اسم سببها ذاك الخماش دي تلمد تلمد تنسى لي لأننا عرفو بالفرنسي تلمد تلمد وحد 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 المنته دي العنصر لا منته العدوانية في حق البشرية سيتين ساكت تلمد تأملوا بها الصعيين هو معمرو وهم يحطوا هاد فكر تما ي وداخلين تي بيتيش يشعوب على هاد العنصر بوغي ستي بولي وحد اللي ما تعرفش التلمد لما يعرف نش عش نه در لهذا واحد غي يقول لي يعطينا الرابط واسر قراء واسر بحث احنا بقى عدنا الغنم سير قراء بحث على راسك اهتم الحرية هي المعرفة الانفورماسيون الاعلام سلاح رجعوا معكم لهذا المشعويد يال ها 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 الصلاة ضد الاسلام ضد دي مزي ولكن في نفس الوخ دي يقول لك الملكية قاطرة نحو تقدم الانفتاح وهذه وهذه الهضراء نهار وقلت اش حال ها 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 كانوا من دوك العبيد دي وكانوا ما ما يقول ايش وكانوا يقول لي يعطينا الرابط الرابط وكي يقول لي احنا ابقاش بينه مش غاي يقول لك على الاقل سكران على الرابط ولا اللي فتحتي لنا عيني لا 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 ما ابقاش بينه مرة شو على تخلف شو على فكر هذا ولي كان هذا ولي كان اما الرابط تقرير لي تم على المغربة انهم اكبر خوان ومنافقين وتخون الامانة وتمعروف تنعر فعلا تنعر فراتي الاختي خونخول امتة تهضر نعلي مرارا ولكن تجي من لا ميزير ها دي يلخص تقول الناس هره جي من لا ميزير من الفقر المدقع كيف تريد انت تتربي في واحد الوحل وكتقول بقنقية ممكنش البوغ الخنزير تتربي في الحضيرة مسخة ما تتغسل وموالو هذا وتتقول حمامة ممكنش هذا اول لا اعطي الناس الحقوق ديالها امكانية العيش الكريم دخل على حسب مستوى العيش ما خديش حتى نصب على الاخر ربما ستقى واحد في دي ما دي النصاب ولكن هدو يكون من المستوى عالي اللي نصاب كين نديما كلي كين نصب على الدقة الكبيرة بحل ابناك بحل محمد السادس هادو 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 اختصاصين هادو مغادس حيد لارا عندو ربعتاش خمسين قصر سبعة الاف طو موبيل وذك شو باقي كين صب عليكم حيث وفلا ناتور ديالو كدير وخولي قالي كين صب على كي يقول لكم ما خلقنا الجنس والانس اللي يعبدون ولكن خلق اونس يقول لنا خلق لهذا اللي ينصيبون كان اللي ما تخلق ش باش يعبد كان اللي تخلق باش يقتل باش ينصب باش يسترق كباش الجنس وال سيش بان باقمات خلال الى اقتر تخين قول واحد فكرة رخ سكم مواش غلط رك الناس ما ما تخلقوش باش يعبدو كين الناس اللي تخلقو باش يصنعوا المآسي والجرائم المجرمين كان اللي تخلق باش هو كا والطبيعة ديالو سيغسل او المجتمع رجع منه ولكن هذا رات زاد في القصر كبر كما كان قولو في الخير ولكن ما شيف الخير ديال القلب وديال دماغ كبر في المادة هات القضية مهمة كنت تكلمت عليها شحال هذي من المرة الناس اللي جيعان جيعان في خلبه ولي شبعان شبعان في خلبه قضية واضحة وكن انظرنا في هذا الموضوع ديال تدخول ديال داك الموش عويد ديال عصيد مع القضية ديال مغاربة القضية اللي موضحوها شدي المهمة كنت نكون جاوب تعليها هي ديال مغاربة الكاسيدي الب الب المالون لا سيفو سيفو انه مالون ولكن ها علاش هو مالون نعرف علاش الاسباب ديال ملي كتجي تروات ديال المغرب الاوروبا ما كتقلب وش على كيسا مالون مالون ملي كتبش الاميريك ملي كيعطي هو 24 مليون دولار سميت بابها ديك كلين طول ولا ما عرف ما قلتوش كي مالون مالون الامر والخراحة شاكم من عهد نار تزديدنا وإحنا فيهم إحنا اللي مالون احنا اللي كانت حكولكم في وجهكم اللي كانت دخول المراك تزديد البدراري دينا وإحنا ما عارفين كم تشك على الجي ما كنس قد الخبار إلا كان شي واحد مالون راهما وهما اللي حط لنا هذا مالون وهو هذا الخامج الخامج الكبير اللي اسمه محمد السادس اللي تيقول لكم أكبر نصب على وجه الأرض اللي تيقول لكم بوا جدو رسول الله ودابا كما قلت لكم على ذكر القادية دي الخزعب الجديدة دي القاس دي القول القاز مالقاز قريبا غادي نسه هما فيما كيكونوا في شيء إزماع سياسي اجتماعي اقتصادي هالو مجرى تيخرجوا لك تيطمعوا بنادم داك نقول لنا احنا القديدة تيوري والا قط وهدي داروا هالي نفع في دومي اوه مباشرة بعد الوفاة ديال داك المجرم المقبور اللي مازال انتو يوحدين تترحموا عليه تيقول لك لا الله يرحم ر فانتوني على من تنهض واللي ما زال تيحكم اليومين هيدا تيحكم العبيد العبيد رأي العبيد رأي تحكم النهار تولي بنادم وتولي تتفكر بعقلك وتتحيد الخرافة تحيد الشعودة وتحيد الدل وتعرف ان الحياة رأي ما بعد هالا ملبي ولا والور تعيش حياتك وتعيش بكرامتك قشت صنة ليا الجنة ولي جاردان ولا معرفة ولا العاهرات ولا معرفة ما كان ولو هنا تتعيش الحياة ديال وتعيش بكرامتك مش هي تعيش الحياة ديال كنبغ تبقي تعيش بحق بكرامتك تم ما غادي تولي بنادم وتم ما فين غا نتحرر لأن لأن هنا هنا فين نشد هنا فين نحكم 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 بالطمع وبالكتوب وبالنفاق فاش ما تهدك الخنزير ديال باه نعلة الله وعليه خفوع للحق بربما توقع شي حاجة أش نو ندو ده رقال ولي نرى القناة البترون في المغرب واش كتعقل ولا لا طم ما تيق ديالي الكتاب را حقق الإنسان را هدار من الهيرة وما كان والو ذاك شي الزحافة المعوقي المعاقص ما بغيتو ونصوروا معهم ونبسوهم ونعنقوهم ونعطيهم أربعين البريال في الشهر غير دووز ما كفيتاش عاملين غير دووز واخد المسائل يستنستالي كان كي زطن في الغيسة عقلتولاتش كان كي زطن في الغيسة لما واذا كجي بغير يدلو نضلو وكي يقلو بعد مخص نشاي مسرحية ومبعد ما بقاش كي بان شيفيني اعطال الحكم الذاك الربعة الذاك 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 اللي داك 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 مش خاتي نقول لك ما حتاش نسميهم راكم كتعرفوهم فضلات الانسان ولي حكم المغرب هو مشا كيتفرغ النزوات ديالو الخاوية التفع ومال انتو ما بقيتو في الجوة لقين احنا كاملين مشا لعبوها لنا هكو لعبوها لنا ودبا راوصلك لأزمة الدين وديالها ودبا عاوض ياني باشي دووز القرش عاوض غي يقول لك لقينا البترول لقينا القاز لقينا ما عاش ديك شوف وراء الارض ديال المغرب وخاي لقوا فيها ما شيدك الغاز لقوا فيها ديامو شيدك جبل الاطلس والريفت ولا كلها ديامو والله لاجهتكم فيها باش نقع وسنانكم والله لاخذتوا منها ريال اكبر تروى وهي الحرية والحرية ما كتجيش ب تقرقي بسطالي تجيب السيوفة تجيب المقاومة كما عاهدنا اجدادنا عليها تحية نضالية شكرا على المتابعة لتفق معنا كما العادة فهذه الافكار يعوننا بالبرتاج سهم معنا باللايك يعني من اجل باشتوصل للرسالة المجد والخلود الشهداء اين الابرار وكل تضامن مع اخواننا المعتقلين المعتقلين تطلبوا غيب جميعا بس بيطار هو تخسر لي الملايير يوميا غيب جميعا يخرج من الكابينة حتى يكون البيت منعس باش يرحل هنا الاوروبا يجي مشي الامستردام وكتعرفوا مشي عند بلادك الناوادي ديال الشواد عارش حكي يخسر القصور ديال وقدرنا عليها شحل تخسر فيها يوميا الملايير الأكل والطعام اللي يتلح في الزبل عينة منعودوا فيه عينة منقولوا فيه المغربة متواطعين في هذا الشي وهذا الحال هم يسم مال ومال لأن ما بغينش ما بغينش يتورو ما بغينش الحقيقة ما بغينش نعرفوها والدليل على ذلك رحنا من لسانها ضرورة كتشوفوا العدد لمشاهدات الناس ما يهم هاش الأمر الناس كتموت وكتموت ومزي الباب الموت موتهم خير من حياتهم لأن هما ما عندهم كرامة هذه الكرامة كنقول لك أنا كتجي بتم ما كتجي شي بال ب تطبال هذا هو اللي غن قل لكم يحيى الشعب تحية الجمهورية المغربية ولتسقط العصابة الملكية الخائنة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء تحية والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا